أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة تتطلب مساندة ودعم خبرات المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في تطوير منظومة التعليم فضلا عن دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة والارتقاء بالمنظومة التعليمية بأكملها والتغلب على التحديات وخلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية استعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة لوضع آليات مناسبة واقعية لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس